طب انا اقول لك انا فاهم ايه وتقول او ياريت لان انا متجد لو انا اللي قلتها هتبقى متضايق جدا انا بقولها وانت مش عارفين طب انا نموذج للمرأة القوية انا اقولك اللي انا فاهمات هو بيحبها تكون قوية لان هو عايز في الاخر ست يعتمد عليها في الحياة يعني ست تعرف تدور بيته تعرف تاخد بالها من اولاده تعرف تدير وتاخد قرارات معينة في الحياة وفي حياته من الاسرة وما يمنعش ان يكون بتشتغل ونجحة يعني هو يحب الست قوية بس ما يحباش تستقوى عليه يعني ما يحبش ان قوتها دي تمارس قوتها عليه فانه لا انا كلمتي كده لا انا هو ده اللي انا عايز اعمله وهعمله هو يحب برضو يحس ان هي حتى انا بحس ان الراجل حتى لو انا عارفة بسأله سؤال وعايز اخد رأيه حتى انا لو عارفة الرأي الصائب او الرأي الصحيح لازم احسسه ان انا بستشيره وانه هو اللي حيدلني على الرأي لازم احسسه انه مش كل كلمة ومش كل صوت من دماغي وانه فيه احسات معين ليه ما هو الراجل لو حاس انه مرهوش اهمية في حياتك هيحس انت بيه بيعابل ايه هيدي ما انت لما بتروحينه ويقولك كانت مش عارفة تصرفي هو بيقولها ساعة من وراء قلبه بس هو بيبقى مفسوب برضو ان هي بترجع له ما عارفش انا ده صح والله هو انت مدقتي صح بس بعد كده عاكيتي المثل بعد كده بالنسبة ليه كنتش عايز حيش تماني وجهة نظره ومتفضل ياه لا ليه مش هذا المثل اللي هو الراجل يقصده بمعنى قوة الستة في ضعفه هو الراجل الموضوع بالنسبة له بسيط جدا انت فوق راسي اوكي انت فوق راسي ما تعمليش راس براسه لان انت فوق فما تجيش في ال الكلام بقى اللي هو ايه فوق راسك ازاي يعني انت شاني فوق راسك اه مزاعق اه اه لا يعني ما عملش راس براس اوكي بس انتوا سعب بتشوفوا راس بالراس دي ان انا لو عندي رأي مخالف لرايك اه لا رأي مخالف انا ما عنديش بالعكس انا عايز البني ادم اللي قدامي يبقى صريح معي فهو مليون في المئة مش هتطفق معي في كل حاجة لان البني ادم اللي انا بحبه محتاج ان هو يبقى عنده رأي بالعكس عنده رأي ورأي حاسم كمان ومش شرط انه رأيه يبقى شبه رأيي لانه هو ممكن ينور لي انا في مشكلة معينة برأيه المختلف عني ده انه هو اللي صح مش انا اللي صح تبقى العلاقة فيها هتخد وفيها مفيدة مبرحة في الاخر احنا الاتنين منكمل بعض يعني والعكس هي ممكن تبقى هي شايفة الدنيا بطريقة هو يقول لها حاجة تانية تنور عندها حاجة الناس برأس ده بيجي في الكنترول بتاع يعني من الراجل ومن الست يعني بس هو الكنترول بتاع البني ادم مع نفسه طب قرارات او في المواقف